ما في رأي آخر فبالتالي إذا بتمشي على المسار الصحيح حياك الله ورح تشوف فيه في المقابل من يتعاون معك أيضاً في برنامجك إذا أنت عندك برنامج نعم ما تبي تتعاون لا والله من الحين نقول لك لا تي نعم أنتوا الآن نزلتوا بيان وحطيتوا فيه شروط معينة للتعاون من باب التعاون لأي رئيس وزراء إن كانت شيخ صباح الخالد أو غير الشيخ صباح الخالد بالضبط في حال التزم الشيخ صباح الخالد في ما طرحته في بيان الستعاش نائب وتم تقديم استجواب له من خارج مجموعة الستعاش هل راح تقفون مع الشيخ صباح الخالد هذا سؤالي لك دكتور إذا كانت مواقفة واضحة والتزامة بما تم تقديمه من مجموعة الستعاش ووفق مؤتمر صحفي وتعهد معلن وواضح وما في لبس وملتزم بالمواعد الزمنية أنا أقول له أضمن لك الستعاش تضمن له الستعاش أنا أقول له أضمن لك الستعاش إذا مشيت على البيانة اللي موجود نعم شيء يريد بعد أكثر من شديد وتوقعاتك للمرحلة المقبلة وفوق هذا إذا هو عنده أولويات إذا هو عنده أولويات هما الحكومة اليوم ما عندهم إلا موضوع واحد فقط وإحنا أيضا موافقين على هذا ليش ما تقعدون معه؟ ليش ما تقعدون معه؟ ما يقعد مع أحد هو واجب عليه يقعد ويانا وإحنا نقعد وياه الدستور يلزمه ما يلزمني أنا من باب التعاون يعني تقعدون؟ من باب التعاون حياه الله لمصلحة البلد حتى تمشي الأمور ليش ما يصير في جلسة ما بينكم؟ قعد يطرش لنا مطاريش وقعد ناس يتكلمون باسمه وإحنا ما ندري إن هذا صحيح ولا لا ما احترامنا أخوة من الوزراء رئيس مجلس الأمة يدرس رسائل مباشرة وغير مباشرة وزراء سابقين يتصلون علينا صباح الخالد اطلع وقول هذول يمثلونك ولا ما يمثلونك أنت مطرشهم ولا مو مطرشهم أنا شلون تبيني أنسق مع أحد إنه ما أدري هذا عنده تفويض وأنا تفويض هاليوم حكومة مستقيلة بس ما عندكم بانعنكم تقعدون مع الشيخ صباح الخالد إينا المجلس نحطه على العين والرأس إينا إلى قاعة البرلمان إلى اللجان إلى الأماكن الخاصة هاليوم كل وزير عنده مكتب في المجلس رئيس الوزراء هاليوم مبنى مجلس الأمة كله مفتوحة لشانه مثل ما راح سوى مؤتمر صحفي في كورونا في المجلس السابق شن اللي يمنعه إي ويقعد مع النواب ويسمع لهم ويشكل رأيه ومن ثم يعلن حكومته شنو يمنعه ما في شي يمنع لمصلحة البلد ما أعتقد يعني وهذا يعني المادة خمسين سيذا يمي مصلحة البلد وصل السلطات مع تعاونها خليه خليه حياه الله